بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. اهلا بكم اصدقائي متابعين قناة فرس البرمجيات على يوتيوب. طبعا كله متراكب نزول مية وتلات اشر. اعلنت شركة شاومي انها هينزل وجهة المستخدم مية وتلات اشر للمستخدمين. بداية من شهر يناير عام الفين اتنين وعشرين. واعلنت عن بعض الهواتف اللي هتم نزول وجهة المستخدم مية وتلات تلاتاشر لها. وهيبقى بالتابعية كل شوية هينزل ان شاء الله تحديسات لبعض هواتف شاومي. لكن طبعا في ناس متراكبة. الحدث عن كسب. وفي ناس عايزة تنزل طبعا التحديسات الجديدة. لكن احنا نبدأ النهاردة بخلفيات مية وتلاتاشر. خلفيات مية وتلاتاشر اللي هي واضحة وادامكم على الشاشة دي. ان شاء الله هقولك ازاي تحمل آآ وجهة المستخدم مية وتلاتاشر طبعا اشكال جميلة جدا. زي ما انتم العظيم. كلها اشكال جميلة جدا. دي اتواجد المستخدم ان شاء الله بتاعت مية وتلاتاشر. دي الخلفيات بتاعتها. هقولك تحملها ازاي? اسفل الفيديو تشاهده الان هتجد لينك. اللينك ده هتضغط عليه هحولك للصفحة التالية. زي ما انتم شايفين كده هيجيب لك كل الخلفيات ان شاء الله اللي هتبقى موجودة في مية وتلاتاشر. على سبيل المسال مسلا هنفتح اي حاجة. مسلا هنفتح الصورة دي. لو عجبتنا الصورة ديت ومحتاج ان انا حملها هضغط فوق على السهم دوت اللي هو وتقدر تحملها بكل سهولة وبساطة. نضغط على وزي ما انتم شايفين بيقول لها هتم تحملها في اقول له حملها. وبعد كده هروح طبعا للملفات ومن الملفات هخش على هخش على ومن الدول لود هلقى الخلفية زي ما انتم شايفين ايضا. تمام? بعد كده هتقدر تثبتها تختار تلات نقاط دول. اقول له تعيين كخلفية الشاشة. بيجيب لي معينة. اقول له تعيين. اقول له عينها لخلفية الشاشة الرئيسية وليس خلفية القفل. عشان اوريكو شكلها. زي ما انتم شايفين تم تعيين الخلفية. شكلها جميل جدا جدا. اهي زي ما انتم شايفين. واي خلفية تعجبكم تقدر طبعا تحملها بكل سهولة وبساطة. تمام? نتصفح بيجة الخلفيات. خلفيات رائعة. وطبعا مية تلاتاشر ده بيحتوى على مزايا كتير جدا جدا. وان شاء الله هنتناولها الفترة القادمة عندما يصل التحديس لهاتف بتاعه ان شاء الله. هنتصفح برضك المزايا بتاعت مية وتلات اشر زي ما عملنا وشرحنا مزايا مية وتناشر تفصيليا. هنشرح المزايا بتاعت مية وتلاتاشر تفصيليا بازن الله. ده وكان درس بسيط كده وسالس. لو انت حبيت تحمل خلفيات هتجد الرابط اسفل الفيديو لا تشاهده الان. كان معكم اخوكم الفرس حسام. قبل ما نخرج من الشرح زي ما احنا متعودين. نصلى على النبي صلى الله عليه وسلم والاما صلى على محمد وعلى ايه محمد. كما صليت على ابراهيم وعلى الابراهيم. كان معكم اخوكم الفرس حسام دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة